بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل تنازل الإمام الحسن عليه السلام عن الخلافة تنازل لمعاوية أم عن الإمامة وهل هناك فرق بينهما بين الإمامة والخلافة وما هي الإمامة التي بقيت لديه بعد التنازل ماذا يفيد هذا الحديث وما هي صحته يعني هل هو صحيح أو لا مروع عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد وإذا كان صحيحا فلماذا تنازل الحسن عن الإمامة لمعاوية ابن أبي سفيان هذا الموضوع أثار جدل ساخن بالحقيقة وطويل الأخ السائل وأيضا أنا عندما أجيب عن هذا السؤال هدفنا في الحقيقة ليس التنقيص من شأنية ومكانة الإمام الحسن فهو ريحانة رسول الله وما أدنا كلام حوله ولكن الكلام يعني يرتبط بمفهوم الإمامة الإلهية أنه هل كانت هناك إمامة إلهية بعد النبي أم لا مسألة عادية وطبعا هناك مؤشرات كثيرة على أنه النبي محمد هو خاتم النبيين ولا توجد بعده أي إمامة أو أي نبوة أو نصف نبوة أو ثلاثة أربع نبوة كما يقول البعض لأن البعض عندما يقول الإمامة الإلهية أنه لا يلم معينين من قبل الله يعني صار مثل النبي وبالتالي يعدهم ألم من الله صار ألم مثل وحي يعني ينزل عليهم وبالتالي يعدهم شأن آخر ويا ريت نكتفي بهذا الموضوع إنما هناك من يعني ياخذ الجانب الثاني أو الوجه الآخر من القضية أنه طيب لماذا إذن الآخرين غتصبوا الإمامة منهم فيروح يلعنهم وسبهم وشتمهم وسووا فرقة اللي هذا فجدل تاريخي يعني قضية تاريخية قبل 1400 سنة ولكن الآن لها ذيول تثير التفرقة بين المسلمين وتزرع العذاوة والأحقاد بين المسلمين وشوفوا أنتو الجدل اللي صاير أنه بعض الناس شلون يتعصبون وينفعلون ويدافعون بقوة عن نظرية في التاريخ هي مو نظرية شخصية فقط نظرية سياسية لم تنجح أو لم تستمر وتهاوت وانتهت وراحة انقرضت ومع ذلك فهناك من الناس من يناقش في هذه النظرية ويحاول يثبتها مثلا بهذا الحديث أو حديث الاثنى عشرية العامة الاثنى عشر وناقشنا هذا الحديث أدت مرات ويجي يستشد بهذا الحديث طيب لو واحد يدرس تاريخ الإمام علي ويدرس تاريخ الإمام الحسن وتاريخ الإمام الحسين هل يجد في هذا التاريخ ما يؤشر إلى وجود نظرية دينية لديهم أنه إحنا معينين من قبل الله تعالى لحكم الناس وحكم الناس طبعا الآن البعض حاول يعني يتفلسف أكثر فراد يفصل بين الإمامة والخلافة يقول الخلافة هي مسألة دنيوية وهي نعم بالشورى كما قال سيد مرتضى العسكري وبعض الأصحاب يعني وأنه ذول أئمة باقين أئمة على إمامتهم ولكن الخلافة الخلافة يمكن تنازلون عنها يمكن نعطوها المعاوية يمكن نعطوها واحد ثاني مو مشكلة عندهم ولكن الإمامة باقية فما هي الإمامة وهل الإمامة تختلف عن الخلافة وأساسا كلمة الإمامة ماذا تعني الإمامة ليست نبوة الإمامة هي قيادة المسلمين بعد النبي وتنفيذ الإسلام وتنفيذ الشريعة وتطبيقها فهذه هي الإمامة ما في شيء آخر عدنا غير هذه الإمامة اللي هي الخلافة نفسها ولكن البعض يحاول يعني يجادل في هذا الموضوع فإحنا خلنا شوية نلقي أنه الإمام الحسن هل أوصى إليه الإمامة علي بالخلافة والإمامة مثلا أو لم يوصله وهو هل أوصى الإمامة الحسين أم لم يوصله ولذلك الإمامة ماذا كان ينظر لها الحكم يعني والسلطة والخلافة الإمام كان ينظر إمام الحسن بالذات كان ينظر إلى هذه المسألة نظرة دينية أنه هاي تكليف من الله تعالى وبالتالي ما يجوز له يتنازل أو يعطيه الواحد آخر وإلما إلى معاوي بن أبي سفياني اللي حارب الإمامة علي أربع خمس سنوات فكيف يجوز له أن يتنازل أنا طبعا بحثت هذا في مقدمة كتابة تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورع إلى ولاية الفقيه وقلت أن يعني نظرية أهل البيت هي الشورع وليست الإمامة الإلهية لم يكن أحد منهم يعرف هذه النظرية وأن معي نظرية تكونت عبر التاريخ بعد قرون يعني وركبت على أهل البيت ويجون قرون التاريخ بتعسف حتى يثبتوا هذه النظرية وشي حصلوا من أدى مراحة ولا أما قبل 1400 سنة إنما الآن هذه النظرية تزرع الحقد في قلوبنا على من تولى الخلافة سابقا وهناك يعني فئات كبيرة من المسلمين توالي أولئك الخلافة وتقدرهم وتعظمهم وبالتالي رح يعادون الشيعة والشيعة يدخلوا معهم في تفرقة ويصير يعني شق بين المسلمين لذلك أنا أبحث هذا الموضوع في الحقيقة من أجل توحيد المسلمين من أجل إزالة هذه الشبهات والأوهام والأساطير من أقولهم حتى يتوحدوا ويعيشوا بمحبة وسلام وبالتالي ما أحد ما يقول أنا سني وأنا ذاك شيعي وهذا كذا وكذا لا شروا أن يلتقوا مع بعض وشوفوا أنتو الأثر السلبي لهذه الأفكار وهذه النظريات إذا إجا واحد قال الإمام علي غتصب الخلافة إذا مثلا واحد يجي يقول الإمام علي غتصب الخلافة وكان لا سمح الله وهذا كان منافق ومرتد وكذا وكذا شنو يكون موقف الشيعة من هذا الإنسان يعني هل يحبه هل يتعاطفه معه هل يندمجون معه هل يعيشون معه بسلام أم يحقدون عليه ويعادو ربما يصلون إلى القتل القتل وقتال معه فنفس الشيء في ناس مثل البناء طالب النظرهم أو بكر وعمار واثمان وكذا كان ينظرون دول السحابة كرام خدموا الإسلام وساندوا النبي ويأتي واحد يقول لك لا تصبر الخلافة إمام علي نتيجة شبهة فش يصير يصير في قلوبهم عداوة إلى من يقول ذلك ويصير تفركة فهنا نحاول يعني اجتثاث جذور التفركة الموجودة بين المسلمين هذا هدفنا من هذا البحث ولو البعض ينفعل ويتعصب وكذا لكن لو قرأ التاريخ إمام علي أنا كتبت قد سطور حول هذا الموضوع في هذا الكتاب قلت الإمام الحسن والشورى ذكر المؤرخون أنه لما توفي الإمام علي عليه السلام خرج عبد الله بن العباس أول شيء قال له للإمام علي في بحث سابق أنه أعهد إلى الحسن قال أنا ما أعهد إلى الحسن أترككم كما أترككم رسول الله قال طيب إحنا راح ننتخب الحسن قال كيفكم أنا لا أمركم ولا أنهاكم لمو قضية دينية الخلافة مسألة دنيوية مسألة سياسية وليست مسألة دينية فلما توفي الإمام علي خرج عبد الله بن العباس إلى الناس فقال إن أمير المؤمنين توفي وقد ترك خلفا فإن أحببتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا أحد على أحد فبكى الناس وقالوا بل يخرج إلينا هذا المسعودي الشيعي هذا المؤرخ الشيعي في مروج الذهب جزء 2 صفحة 44 وطبعاً ابن كثيرهم يذكر هذا في البداية والنهاية وابن أب الحديد في شرح نهجي البلاغة جزء 4 صفحة 8 وجزء 16 صفحة 22 فشوفوا ما في شيء اسمه ذيك الأيام عند الشيعة الأوائل وعند أئمة أهل البيت شيء اسمه إمامة وخلافة وكذا ما في شيء يعني وكما هو ملاحظ فإن الإمام الحسن لم يعتمد في دعوة الناس لبيعته على ذكر أي نص حوله ما قال نبي نص علي وقال الحسن الحسين إمامان كاماء وكاعداء ما كان هذا شيء معروف ذيك الأيام أو من أبي حتى ولا قال أبويا وصائلية وقد أشار ابن عباس إلى منزلة الإمام الحسن عندما ذكر المسلمين بأنه ابن بنت رسول الله وذكر أنه وصية الإمام أمير المؤمنين وصية طبعا وصية معروفة فرأناها أدث مرات وصية عادية ليس فيها إشارة للخلافة والحكم ولكنه لم يقول أن مستند الدعوة للبيعة هو النص أو الوصية بالإمامة وهذا ما يكشف عن إيمان الإمام الحسن بنظام الشورى وحق الأمة في انتخاب إمامهم وقد تجلى هذا الإيمان مرة أخرى عند التنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية واشتراطه عليه العودة بعد وفاته إذا الحسن كان متوفي أو معاوية متوفي إلى نظام الشورى حيث قال في شروط الصلح على أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده وأن يكون الأمر شورى بين المسلمين هذا أيضا المجلسي في بحار الأنوار جزء 44 صفحة 65 باب كيفية المصالحة من تاريخ الإمام الحسن المجتبى هذا الشيعي أخباري تعرفوا المجلسي صاحب بحار الأنوار يذكر أنه الإمام اشترط عليه أن تعود شورى بين المسلمين ولو كانت الخلافة بالنص من الله والتأيين من الرسول كما تقول النظرية الإمامية لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها لأي أحد تحت أي ضرف من الظروف مثل إمام حسين شتونق قاتل ورفض الاستسلام ليزيد وإمام الحسن كان نفس الشيء علي أن يعمل ولكن القضية ليست هكذا فتنازل عنها ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يبايع معاوي أو أن يدعو أصحابه وشيعته لبيعتي فهم تعالوا أنتم بايعوا ولكن الإمام الحسن لم يفعل أي شيء من ذلك وسلك مسلكا يوحي بالتزامه بحق المسلمين في انتخاب خليفتهم عبر نظام الشورى يعني هو الآن قال أنا أريد أحفظ دماء المسلمين وإذا العرك على الزعامة والخلافة أخذها معاوية لكن بالنتيجة أيضا ما وسطه يعني طبعا معاوية نكت الشروط كلها ووضعها تحت قدمه أعلن أنا هذا أعهدت الإمام الحسن على الشروط وهذه تحت قدمه استهتر يعني بهذا الشكل هذا ولم يلتزم ورح وصل لابن يزيد بعدين وألغى نظام الشورى نهائيا بين المسلمين فهذا الحديث الذي يقول الإمام الحسن من حسين إماما أو قعدا شن يعني إذا هي نصب الإمامة الإمام هي الخلافة هي الحكم ما يكون شيء آخر يعني الإمام الحسن لما تنازل عن الإمامة ما صار مرجع ديني ما أفتل المسلمين ما بيّن أي شيء الذين يفصلون يقولون الإمامة شيء والخلافة شيء الخلافة يمكن يتنازل عنها بس الإمامة ما يعني الإمامة هي حسن أن الإمام كان حاط نفسه مرجع ديني للناس هو فقط زعيم سياسي كان انتخبوا الناس وصار خليفة شرعي راشد وثم تنازل لكي يعني يحكم دماء المسلمين وتنازل للمعاوية فلا يوجد اختلاف أو خلاف بين كلمة الإمامة وكلمة الخلافة فهذا الحديث بالحقيقة طبعا الناس يأخذوه بدون مراجعة سند عن عادة الناس لا يبحث السند لا يبحث المصدر لا يبحث متى اشتهر متى كانوا فقط يمشي الحديث ويأخذون به ويبنون عليه عقيدة دينية ما يصير مو آية قرآنية ولا حديث نبوي متواتر بهذا الشكل حتى احنا نسلمه وثم ماذا بعدين بس الإمام الحسين والحسين إمامان وبعدين شنو يصير بالموضوع هل هناك إمامة او لا تنقطع الإمامة إمام حسين لم يشر إلى أحد لا بالإمامة ولا بالخلافة ولا بأي شيء فمعناته هاي النظرية متعسفة واحنا لدي نركبها على أهل البيت ونقولهم أنتو لازم أدكم هذا الصفة وأدكم هاي الدرجة فهذا بالحقيقة احنا من نحاول يعني أن نسيء للإمام الحسين والعياذ بالله وإنما هاي النظرية ننشيلها من أذهاننا حتى ننظر الأمور نظرة اعتيادية يعني الذين سبقوا إمام حسين سبقوا الإمام علي أما أخذوها بالتراضي وبالكذا صار حكام حكام مدنيين حكام دينيويين مو حكام دينيين حتى نجي نستشكل عليهم أيضا والمشكلة أنه الآن هذا الفكر اللي نسويه الإمام الإلهية اللي وصلت إلى طريق المسدود واختلقنا ولد للمؤمن حسن العسكري وقلنا هذا موجود ويأتون أدنا الآن أشخاص عاديين ما ندري علماء ولا مو علماء يقولون علماء الله أعلم نشوف علمهم ما لون ما حد ما نسويه لهم امتحان وشايف علمهم ويدعون بالدعاية والإعلام يقولون هذا صار عالم صار مرجع وصار مرجع ديني شن يعني مرجع ديني يعني امتداد للإمامة يعني هو عنده شرعية الدستورية هو عنده ولاية الأمر على الناس هذه مشكلتنا اليوم مشكلة الشيعة بالخصوص أنه ناس يدعون المرجعية ويدعون العلم وطبعا يدعون العدالة ولو بناتهم واحد يفسق الثاني واحد يخون الآخر واحد قد يكون يظل للآخر فتاوى الترليل والتفسيق وشفته بالتسعينات بين عدد مناجع بالنجف اللي أربع خمسة كانوا واحد شلون يفسق الآخر وهذا عميل وذاك حوزة صامتة وذاك كذا يعني بالتالي مع ذلك يجون يقولون لكم احنا أولياء عليكم واحنا عدنا نمثل الله في الأرض واحنا كلامنا كلام الله احنا نحل ونحرم يحلون حرام الله ويحللون حرام الله يحرمون حلال الله باعتقادهم هم هذا المنصب منصب وهمي ومنصب ما إلى أساس منصب يعني هم مخترعي لأنفسهم مفترضي فرضيات على فرضيات يعني فرضية المرجعية الدينية الآن ومبنية على فرضية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي هو إمام المهدي شنو؟ هو فرضية هو محقيقة تاريخية ما موجود لم يولد أساساً أبوه لم يدعي يعني الأبوه المفترض حسن عسكري ما قال أنا عندي ولد ناس دجالين قالوا هذا عنده ولد وإحنا سفراء ومشوها شغلة وبعدين الإمامة نفسها هي أيضاً فرضية الإمامة لا تقوم ولا تستند على أدلة شرعية قاطعة وواضحة وصريحة ومتكاملة مو نظرية متكاملة يعني لا توجد نصوص على الأئمة ولا توجد وصايا عليهم ولا يعني أدن معاجز ولا شيء إنما ناس ادعوا 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 ووصلتنا هاي النظرية اليوم وإحنا سمونا شيعة إمامية إثنى عشرية وإدنا امتداد لهاي الإمامة اللي هم الفقهاء المراجع فمساعدين نحن فرقة والمسلمين فرقة الشيعة والسنة على شنو على أوهام في أوهام في أوهام الله سبحانه وتعالى يريد من أدنى نتوحد وأن هذه أمتكم أمتاً واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولكن نحن بهذه الأساطير وبهذه الأوهام مفرقين الأمة وبعدها نتكلم شلون فتاة أخرى باللعن والكذا في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته